أكد رئيس مجلس وزراء أقلم كردستان مسرور بارزاني أن انتهاك حقوق الكرد سيؤدي إلى الانقسام وعدم الاستقرار جاء ذلك خلال استقباله نائب وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند حيث شدد على ضرورة احترام الدستور العراقي وحقوق جميع المواطنين بمن فيهم مواطن وقلم كردستان مؤكدا أهمية تعزيز دعائم النظام الاتحادي وإرساء المبادئ الديمقراطية وتثبيتها في العراق من جهتها جددت نائب وزير الخارجية الأمريكية دعم بلادها لإقليم كردستان وحقوقه المكفولة دستوريا في إطار العراق الاتحادي